خيرا من حضر موت تشير اخر توقعة التحاليل الجوية الى تحرك مركز الحالة المدارية باتجاه محافظة المهرة وتنتقل تدريجيا نحو محافظة حضر موت ومن المتوقع ان يمر مركز الحالة بمحاذاة هضاب حضر موت الداخلية وتتشكل احزمة السحب الركامية المحملة بهطول امطار متفاوتة الغزارة والمصاحبة للحالة المدارية وتؤثر على سواحل واودية محافظة المهرة ثم تنتقل نحو اجزاء من هضاب وادي وصحراء حضر موت ومديرية ساحل حضر موت واريافه الداخلية تؤدي الى تدفق السيول في الاودية والشعاب ويتوقع ان تتراوح كمية الامطار تقديريا بين 50 ملي متر الى 180 ملي مترا وتختلف من مديرية لاخرى وذروة اجتداد هطول الامطار على محافظة المهرة واجزاء من السواحل الشرقية والهضاب الداخلية والاودية لمحافظة حضر موت وعليه ندعو الجميع الى اتباع الارشادات الاحترازية الصادرة في النشرة التحذيرية رقم واحد تجنب مخاطر سيول الجارفة بالابتعاد عن بطون الاودية والمناطق المنخفضة وعدم المجزافة بعبورها الاحتماء عن ضربات البرق واغلاق الهواتف النقالة والابتعاد عن اعمدة الكهرباء والانارة اخذ الحيطة من تدني الرؤية الافقية عند اجتداد سرعة الرياح المثيرة للغبار وهطول الامطار ننبه الصيادين ومرتادي البحر بخطورة الابحار نحو عمق بحر العرب وخليج عدن خلال ال96 الساعة القادمة توخي الحيطة والحذر لساكني البيوت القديمة وطينية عند اجتداد هطول الامطار